مرة أخرى نحييكم مشاهدين الكرام من مشروع مستقبل مصر هذا المشروع أحد مراحل مشروع الدلتة الجديدة درة تاج المشروعات الزراعية الاستراتيجية في مصر يصعدنا أن يكون لدينا في هذا اللقاء دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية معاني الوزير أهلا وسهلا بحضرتك وألف مبروك علي أهلا بحضرتك وألف مبروك على مصر كلها وعلى الشعب المصري لأن مثل هذه المشروعات التي نحن فيها من المشروعات الأملاقة التي تغير من واقع الاقتصادي المصري وتضيف قدرات حقيقية للاقتصاد المصري ليس في مجال الزراعة فقط ولكن في مجال الصناعات الغذائية وكذلك القدرة البشرية والقدرات البشرية وتوطين التكنولوجيات الحديثة في الزراعة فما نشاهده الآن هو تحول حقيقي وإضافة حقيقية للقدرات الاقتصادية المصرية فهنشوف النهاردة وهذا العمل تم استسلاح 350 ألف فدان منهم 200 ألف فدان تم زراعتهم منذ 2017 عندما وجه فخامة الرئيس ببداية هذا المشروع النهاردة عندنا إضافة غير مسبوقة سواء في محصول البنجر وتم إنتاج أكثر من 2 مليون طن بنجر لو لا هذا الإنتاج ما كانت مصانع البنجر السكر التي تبعنا وعددهم أكثر من 6 مصانع أنها تعمل طول الموسم بكفاءة عالية وإنتاج عالي وننتج من هذا البنجر حوالي 1.8 مليون طن سكر بالإضافة إلى النهاردة بقولة إنتاج القمح من مشروع مستقبل مصر وتم زراعة حوالي 40 ألف فدان مما يضيف حوالي 120 ألف طن إلى محصولنا في جمهورية مصر العربية دكتور علي المصلحي هو مسؤول حكومي مخدر مخدم في مختلف المواقع التنفيذية في وزارة التموين على فترات مختلفة هل الصعوبات اختلفت معالي الوزير يعني على مدار السنوات الماضية وهل تغيرت أو اختلفت معها أيضا فلسفة الدولة في التعامل معها وزي أنا أشكرك طبعا ده سؤال مهم جدا ولكن هحاول أختصر إجابته الحق يقال ما قبل جائحة كورونا كان موقف والآن موقف آخر وما كان قبل ثورة 25 يناير 2011 مواقف أخرى إنما الحق يقال العالم النهاردة بعد تعافي من جائحة كورونا وما عقبه من موجات تدخمية أدت إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار البترول ومن ثم في أسعار السلع الرئيسية الأخرى ثم تزامن معه الأزمة الروسية الأوكرانية أدى إلى ظهور تحديات عظيمة جدا وكبيرة جدا أمام كافة الدول العالم سواء الاقتصاديات المتقدمة والقوية أو الدول النامية أو الدول الأقل المو فالنهاردة أمامنا تحديات كبيرة ولكن الحمد لله بالرؤية الساقبة والتوجه العظيم الذي كان يخدم به في خامة الرئيس ودنا تكليف ومهمة في 2017 وهو قبل جائحة كورونا وقبل أزمة للروسية الأوكرانية أن نحن نحافظ على الاحتياط الستراتيجي بدل من ثلاث شهور إلى ست شهور أدى ذلك إلى زيادة قدرة الدولة المصرية على تحمل الصدمات السعرية الكبيرة التي حدثت سواء في الأمح سواء في السكر سواء في الزيت سواء في كافة سواء في اللحوم الحية أو المجمدة إنما الحمد لله بالرؤية الواضحة والإدارة الحكيمة لفخامة الرئيس أدى ذلك إلى النهاردة عندنا احتياطات عظيمة جدا وإحنا بنتكلم وبنشكر كل المزارعين للمجهود اللي عاملينه في توريد الأمحة وصلنا لـ 2.4 مليون طن من محلي وبالتالي رفعنا الاحتياط الاستراتيجي بتاعنا الـ 4.1 من 10 شهر بالإضافة اللي إحنا لسه في نص الموسم فأمامنا كذلك مما يزيد هذا الاحتياط بهيس يخلينا إلى آخر العام في الأمحة عندنا في الزيت وهو من أخطر السلع التي عانت ارتفاعات كثيرة في الأسعار ولكن الحمد لله عندنا 5.7 من 10 مدى كفاية شهر الرز الحمد لله عندنا ارتفاع ذاتي منه كافة السلع لدينا احتياط مخزون آمن مما يؤدي إلى تعظيم دور الدولة والقيادة السياسية في ضرورة العمل باستمرار وتغلب على هذه التحديات حتى يمكن تأمين الأمن الغذائي في بلدنا خيرا معالي الوزير كيف سنتعامل في موضوع إيجاد وتوفير بداء التعوضية عن روسيا وأوكرانيا وأيضا كيف ستتعاملون مع التعاقدات المبرامة بالفاعل قبل الأزمة الروسية الأوكرانية في موضوع القمح مشكورة جدا ولكن لازم نعلم أن هذه ما نسميه قوة قهرية وجود حرب حقيقية ما بين روسيا وأوكرانيا ومشاركة أوروبا ودعم أمريكا لأوكرانيا وكل ذلك أدى إلى أمور غير مسبوخة في سلاسل الإنداد وعدم قدر الدول الغنية جدا بالمحاصيل الزراعية قدرة على التصدير أدى ذلك إلى أهمية وتوجيه سيادة الرئيس بأهمية تنوع مصادر الأمح فالنهار ده عندنا أكتر من 23 مصدر سواء المصادر الأوروبية سواء أمريكا سواء أستراليا وبنقش معاهم سواء الهند سواء كافة الدول والحمد لله أهم تحوط موجود هو الخمح المحلي المصري اللي بقول لحضر لك إن شاء الله نصل السنة دي إلى تسويق 5 مليون أو أكثر من 5 مليون طن مما يؤدي إلى قدرتنا على التحرك بهدوء وسط مثل هذه التحديات الكبيرة ولكن بطمن الجميع أنه لدينا تواصل واتصال مستمر مع كافة مصادر تصدير الأمح ولابد أن نشكر كل الدول وخاصة اللي بنتعمل معها سواء روسيا أو أوكرانيا أو فرنسا أو رومانيا أو استراليا أو أمريكا أو كافة هذه الدول فعلا لم تتأخر في أي تعاقدات تم التعاقد عليها واستمر التوريد إلى جمهورية مصر العربي معاني الوزير دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا أشكرك وبنتهز هذه الفرصة ونقول مصر كلها كل سنة وهم طيبين بمناسبة موسم الأمح وبمناسبة وجودنا في مثل هذا المشروع الأملاقة وهو مستقبل مصر حقيقة شكرا جزيلا يا فاند شكرا جزيلا يا فاند